داخل هذه الغرفة الصغيرة التي تفتقر لمصطلبات العيش الكريم تجابه عائلة متكونة من خمسة أفراد ظروفاً مأساوية فوجبة إفطار العائلة خبز فقط وفي أيام كثيرة ينامون جياع ربة البيت تلجأ في كثير من الأحيان للتسول في شوارع مدينة غليزان لعلها تجد ما يسد رمخها كون عملها في البيوت يكسبها دنانيرا قليلة غير كافية لتأمين علاج مرضيها أنا مريضة وولدي هذا اللي عندها تسع سنين ميكروب في الدم اللي رأي يشوفي في هذا الشهر رمضان يعاوني في وجه ربي في طوع المالكة أنا مريضة بالصقر عندي لسيرين وولدي دي البونبا أنا في سيمانا ما زال ندرش اللي برا لكن تشوفوا فينا عانون العائلة ونظراً لظروفها الصعبة تنشد المحسنين مساعدتها اليوم لتأمين قوت يومها خاصة في شهر رمضان الفضيل